بسم الله الرحمن الرحيم الرزاق ذو القوات المتين ومن استعانى بالله فلا يخشى أحد فهو في رعاية ملك الملوك خلونا النهاردة نتكلم عن معنى اليقين بالله وازاي نقدر نوصل للحتة دي لان احنا لو وصلنا لفكرة اليقين بالله يعني بوصلنا لمرتبة عليها قوي بينوارني النهاردة الشيخ أحمد الصباغ من رمال أزر الشريف بسم مصطفى ربنا ينور قلبك بنور الإيمان اللهم أمين صلى على الحبيب قلبك طيب صلى الله عليه وسلم أنا بشكرك لأول نتك وانت تعبان رايح نعرف انت تعبان مرضى فبردو جيت على نفسك عشان تأذر معنا حالا ده شرف كبير وجود معك ربنا يكرمك شبابك الله وعافيك أحبك اللي دعبك فيه يقين بالله نعم فكرة ان احنا لوصل ازاي للأقين وازاي بقى عندنا ثقة ويقين ان ربنا سبحانه وتعالى موجود معنا في كل حاجة في كل أمورنا وفي كل أحوالنا أعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ودائما صلى على الحبيب البكي طيب اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليقين بمعنى الثقة بمعنى الأمان بمعنى الاطمئنان بالبلد بتاعنا حط في بطنك بطيخة صيفي طمن طمن قلبك من كان له أب يكون مطمئنا فما بالك بمن له رب وربنا نادى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي كان تفسير اليقين إيه عنه التفسير العام اليقين أن تكون مما أو تكون بالنسبة لما عند الله أوسق مما في يدك الآن شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع أحد الناس يدعو الله ويقول اللهم ارحمني إن شئت واغفر لي إن شئت فجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ادنى قاعدة قال له لا تقول لا تقول إن شئت ولا تقول ارحمني إن شئت ولكن اعزم المسألة فإن الله لا مكره له اعزم المسألة يعني يعني خلي عندك يقين وثقة والدعاء كمان لازم فيه يقين صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة شوف موقنون بالإجابة فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله يبقى عندك ثقة وإنت بتدعمة يبقاش أنت مثلا مش مستحضر يقين بالله وعظمة ربنا لا لازم يبقى أنت برضو واثق أن ربنا سبحانه وتعالى هيجيب الدعوة بتاعتك وتبقى عندك يقين أن الله على كل شيء قدير يبقى عندك اليقين بتحسدنا زكريا لما لقى ستنا اللي هي مريم كلما دخل عليها زكريا المحربة وجد عندها رزق قال يا مريم وأنا لك هذا شوف اليقين قالت هو من عند الله تبقى استعجب ليه إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هو كمان خذ اليقين منها هناك يعني فهذه اللحظة وفي هذا المكان دعا زكريا ربه طب إش عجب أنا بقى رب هب لي من لدنك دولة تنطي منك سماع الدعاء فأنا ذاته الملائك على طول أن الله يبشروك بي أحيا رغم أنه كان كبر فوق المية وزوجته فوق التمانين أو فوق التسعين بمجموع الرويات يعني المصنع عفل ولكن اليقين بقى أيوة اليقين برب العالمين طيب إحنا بقى يعني إن شاء الله كده هناخد دي سلسلة شخاحمة توعدنا بيها سلسلة اليقين بالله إن شاء الله وإحنا النهاردة عايزنا نتكلم على قصة يقين كده كانت عظيمة نعم سيدة خديجة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وإزاي هي كان فيه يقين بالله وكان بتخفف عنه تخفف عنه في أصعب الظروف وهو عمره صلى الله عليه وسلم ما نسي المواقف دي نعم كان دائما يتذكرها بكل خير لما الحديث يكون على شخصية أو عن شخصية عظيمة وجليلة ومن العيار التقيل زي ستينة خديجة لازم نقف صح لازم بالانجليزي نقول سطب حاجة عظيمة نستأزينها الأول أن نتكلم عنه فهي حبيبة الحبيب وكان سيدنا النبي يقول أني رزقت حبها خديجة سيدة خديجة طبعا ما تزوج عليها رسول الله في حياته قعدت مع النبي ستة وعشرين سنة بمفرده صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي عدى الخمسين وهي معاها وكان يحب أصحابها أوي دا لدرجة أن كان لها أخت اسمها هالة بعد وفاة سيدة خديجة رضا الله عنها حبيبتي أنا وأم المؤمنين رضا الله عنها رضا الله عنها فكانت هالة لها خبطة معينة على الباب بتاع النبي اللي هي أخت مين سيدة خديجة فلما ييجي يسمع الخبطة سيدنا النبي يقول اللهم هالة اللهم هالة يعني يا رب تكون إيه عارف ديه بالبلد يا سبا صفا اللي بيحب حد بيحب ريحة الريحة ريحة الريحة كان يحب أصدقاء خديجة وجيران خديجة وأهل خديجة وأصحاب خديجة رضي الله عنها وبشرط وكانت هي صحبة اليقين وهي اللي كانت في ظهر النبي هو بقى الحب ده مش من فراغة شبه ده من مواقف لأنه هو لما حتى نزل عليه الوحي وكان المواقف ما هو ده لنا أقوله بقى أي نعم اليقين جري عليها كان فيه يقين وثقة دايما لسه مصطفى الإنسان ما يحبش يظهر وهو ضعيف أمام زوجته صح؟ ده حقيق يظهر أنه إيه أبو العنتيل يعني وراجل الذكر يعني ده مراته ده الطبيعي بتاع أي بني قادم إنما لما أبقى بيبكي ما يحبش مراته تشوفها بعيط ولا مراته تشوفها بتقوى أو هو ضعيف أو منكسر صح؟ يدفع عمره كل طبع إلا سيدنا النبي كسر القاعدة الله عليه وسلم جري عليها هي على طول ليه عشان الحب صادق الحب نظيف عشان هي مدياله أرض خصبة فهو يعني وجد أن أحن قلب وأطيب قلب وأحسن صدرها يحتويه هو الستين عيش الستين خديجة على الله وإيه كانت سند ليه برضو شكرا عمل إيه لأنه عرف ومتأكد أن يه سند ورايح لها إيه يا سمسطفى ريح لها يرتجف سملوني زملوني يا أخي ده الوحيد ده برشرة لأمر عظيم ليه بقى لأن السيدة خديجة بالنسبة للنبي زوجة وأم فتيجي ستين خديجة بيقينها يقول له والله لن يخزيك الله أبدا ما تقلقش أنا متطمن عليك شوف اليقين اليقين بقى ليه المعاملات هي مش بتصلي ولا بتصلي لا 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 إنك لا تصل الرحم وتحمله الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق فوالله لن يخزيك الله أبدا أنا شفت ما شفتش منك لكل خير هي بتقوله كده ما شفتش منك لكل خير شفتش منك لكل صدق شفتش منك لكل وفاء وييجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله يا شهد السيدة خديجة بعد أن تلحق بالرفيق الأعلى ويجي ستين عائشة مرة النبي ما ورهو جغل ستين خديجة عشان هي قدمت طبعا ما واحد يقول لك وفين الزواجات اللي زي خديجة أقول لك وفين الأزواج اللي زي محمد طبعا ما هي يعني كما تدينه تدينه وهل جزاء والإحسان اللي أحسان الله يفتع عليك فستنا خديجة لما لاحقت بالرفيق الأعلى وتوفيت فكان سيدنا النبي قدام عائشة الخروف ده وده نصه لأصحاب خديجة وده الأكل ده يروح لجارة خديجة ستة واحدة عجوزة تيجي كده للنبي صلى الله عليه وسلم فهيجي النبي يقعد معاه ويطلل الجلوس ويسمع هو مش فاضي فعيشة تقول لها ايش عاجب ده يعني قالت لها لا ده من صديقات خديجة مورناش غير خديجة بقى فستين عيشة زي كان متذكرة على طول اهه على طول فستين عيشة قالت له لقد أبدلك الله بخير منها اهه ايه اللي بقى الصفحة بقى انت كل شخص خديجة خديجة مورناش غير أم المنوخة جيرة برضو يا سبحانه الله وقالت ما غيرته من واحدة من أمات المؤمنين أكثر من خديجة وهي تحت التراب وهي مش موجودة وهي ميتة فجسدنا النبي يسكت بقى يجامل اللي موجودة على الحساب اللي ميتة بقال لها بتقول يا عيشة قالت له لقد أبدلك الله بخير من بينها شوف بقى الله عشان تعرف ما كانت مراتك اللي وقفت جنبك طبعا وزوجتك اللي سندتك وزوجتك اللي بدأت معك من الصفر اوعى ترميها عشانها تبقى مش أصيل شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى طب جامل يا رسول الله عيشة بكلمتين وخديجة خلاص راح بتقول إيه قالت له لقد أبدلك الله بخير من خديجة تقصد إيه تقصد نفسه فجي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها والله ما أبدلني الله بخير منها لقد قالت صدقت لقد صدقتني حين كذبني الناس وآمنت بي حين كفر بي الناس وأعطتني حين حرماني الناس ورزقاني الله منها الولد وواستني بنفسها ومالها فوالله ما أبدلني الله بخير منها صلى الله عليه وسلم مستجمال ده قمة اليقينة يا شيخ أحمد يقين بالله أنا مستمتع بالحديث معك فاصل كده صغير نرجع نكمل حديثنا الجميل فاصل أعزائي المشاهدين ونكمل حديثنا الشايك مع الشيخ أحمد الصباخ